كويس أو مميز لأي فرقة بتروح تشتغل انت بقى لما تيجي تستغل لها كالنادي الأهلي انت هستغل فيها أهم نقطة ويمكن احنا تكلمنا في الستوديوهات قبل كده وفي البطولات بتاعة أفريقيا قبل كده قلنا النادي الأهلي تخطى حتة الدور العام تخطينا حتة المحلية احنا تخطينا الحتة تاعة المحلية معانا جمهير النادي الأهلي في الاستاذ اهو في الملعب مباشرة من هناك اه عاوزين يا كابتن نوصل ودي حاجة كويسة قوي النهاردة من الحاجات الميزة للنادي الأهلي النهاردة انه راجع جمهوره وحوالي مثلا 12 ألف متفرج فيه بس هو فيه مشكلة سنة لان فيه بعض اللعيبة ممكن ما تكونش لابت في الأجواء بتاعة الجمهور الكتير يعني لكن في بعض اللعيبين شافوا النادي الأهلي وشافوا السبعين والثمانين ألف وتسعين ألف والحاجات دي فدي حاجة مهمة نلجأ على السؤال بتاع كابتن أيمن إزاي نستفد منها نادي الأهلي استفد منها كتير قوي نادي الأهلي استفد اسما وهو مش محتاج انه هو يعلى اسما لانه في العالم كله اسمه عالي جدا لانه بطل قارة أفريقيا الحاجة التانية نادي القارن الأفريقيا زي ريال مدريد في نادي القارن الأوروبي فدي حاجة كبيرة جدا انك انت تتواجد في كاس العالم الأندية وأتمنى كمان ان الناس تفهم حاجة مهمة قوي ان اللي بيروح كاس العالم للأندية دولة من الصفوة بتاعة الأندية بتاعة العالم لأنك بتيجي ما بعد مكسب قري وبعدين تتقابل ما فيش اللي يمكن اللي هو بيستوضيف البطولة هو اللي بيبقى ما بيخدش التصفيات علشان تخد التصفيات انت لما تروح كاسي عالم وتروح اي حاجة لازم تلعب تصفيات لأ تصفياتها دي انك انت تتفوز بالبطولة القرية فالنادي الأهلي استهلها وقتا نحن كنا أضيب بس حاجة طبعا على المكسب النادي الأهلي على مستوى الماركبين على مستوى وجود شعار النادي الأهلي أولا نحن عارفين شعار النادي الأهلي بقى في الفيفا في متحف الفيفا ده شيء عالمي وصعب جدا أي نادي يوصله غير بعد مشواء طويل جدا كمان بنتكلم على القرعة واسم النادي الأهلي حتى لما عمل القرعة الستريبس أو الشرايط بتاع القرعة هتتحط كمان في متحف الفيفا فتواجد النادي الأهلي على مستوى الشعار على مستوى الاسم في متحف الفيفا ده كمان أعتقد بيبقى شرف لأي حد مصري مش هقول أهلاوي لأن اسم النادي الأهلي اسم النادي الأهلي المصري على مستوى كمان الماركتينج والفلوز زي ما أتكلم عادل في مكاسب مادية إن اسمك بيتحط وسط الأندية العالمية فده كمان على مستوى الماركتينج لما الناس تشتغل على عملية التسويق لشعار النادي الأهلي على مستوى السبونسور لما ديك تتكلم على أي سبونسور حتى بتتكلم معه هنا في مصر أو في أفريقيا لا شعار النادي الأهلي الخيمة والفاليو من ناحية الفلوس لا بتعلى بشكل كبير جدا في تواجده في كسر العالمية الخيمة التسويقية طبعا صحيح هذا شيء مهم حنكمل كلامنا مع نجمنا كبار ولكن نسمع جمهور النادي الأهلي من ملعب المباراة وبعدين نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى أرجوكم انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة